الحمد لله رب العالمين لكل خير تكلمنا في حلقة سابقة عن أدب الصلاة وذكرنا فضلها وما يتعلق بها ونتكلم بحول الله عز وجل وقوته في هذه الحلقة عن أدب مرتبط بأدب الصلاة وهو أدب المسجد الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوب والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ذكر الله تبارك وتعالى أن المساجد في هذه الآية إنما وضعت لذكر الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ذكر الله تبارك وتعالى يسبح له فيها بالغدوب والآصال نسبح الله ننزهه ليلاً ونهاراً في هذه المساجد التي هي بيوت الله تبارك وتعالى يسبحه فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا يتركون ما فرض الله تبارك وتعالى عليهم وينشغلون بالدنيا لا ملتزمون بالصلاة في هذه الأماكن التي يحبها الله تبارك وتعالى لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ذكر حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد من خروجه منه حتى يرجع إليه هذا الرجل لاحظ حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالمساجد وليس جسده معلق بالمساجد كثير من الناس مع الأسف أجسادها معلقة بالمساجد لكن قلوبها ليست معلقة ببيوت الله تبارك وتعالى ما عنده أي إشكال صلي في المسجد من باب والله أني معتاد أن أصلي في المسجد لا يستشعر عظمة المكان الذي يدخله وأنه بيت الله تبارك وتعالى وأن له منزلة خاصة عند المولى أعز وجل ولو تكلبنا في الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في فضل الصلاة في جماعة المسجد لوجدناها كثيرة من الأدب لمن أراد أن يتوجه إلى المسجد أن يكون في كامل زينته و يعني جماله ولباسه ورائحته لأنه يقابل الله تبارك وتعالى الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصفوا إنه لا يحب المصرفين خذوا زينتكم عند كل مسجد كل ما يمكن أن يتزين به الإنسان يلبس أحسن الثياب يتعطر بأجمل العطور فليأخذه لبيت الله تبارك وتعالى لأنه يلقى الله عز وجل أنت لو كان بينك وبين مسؤول عادي من البشر موعد لا لبست أحسن ثيابك وتعطرت بأجمل عطورك لكن واقع الأمر مع كثير من الناس على خلاف ذلك في بيوت الله عز وجل تجده مثلا يأتي بجابة النوم الوضع عند عادي تجده يأتي يعني ورائحته كريهة نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وهذا خلاف الأدب مع بيوت الله عز وجل فاصل ونعود إليكم من جديد حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير تكلمنا قبل الفاصل عن أدب من أداب المسجد وهو أدب الزينة ومما يتعلق به أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى من أكل الثوم أو البصل أن يأتي إلى المسجد لماذا؟ لأنه يؤذي إخوانه المسلمين هذا أيضا من الأدب ومن الأمور التي مع الأسف الشديد نشاهدها من كثير من الناس تجده ماكل ثوم أو بصل أو رائحته كريهة ويدخل ويصلي مع المسلمين ويتأذى من هو بجواره بسبب هذه الرائحة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن ذلك بل ذكر أن الملائكة تتأذى من ذلك الملائكة الذين يحضرون مع المسلمين الصلاة يتأذون من ذلك كذلك من الأدب في بيوت الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا دخل المسجد يذكر دعاء دخول المسجد وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث اللهم افتح لي أبواب رحمتك يدخل ويدعو الله عز وجل أن يكون هذا الدخول لبيت الله عز وجل فتحا لخزائن الله عز وجل الملأة يغدق الله تبارك وتعالى عليه من رحماته عز وجل يدعو الله عز وجل فإذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية للمسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يتأنى فيهما ويدعو الله عز وجل فيهما ويصلي أيضا النوافل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل الصلوات لا يكتب فقط في تعية المسجد لا بل إذا كان ثمة نوافل يحرص على صلاة النوافل إذا دخل المسجد ويدخل وعليه السكينة وعليه الوقار والإجلال والاحترام لهذا المكان الذي دخل لكونه بيت الله تبارك وتعالى فإذا صف مع المسلمين صف بتؤدا وسكينة وخشوع وطمئنان ما يعمل بلبلة ما يعمل شوشرة ما يرفع صوته حتى لدرجة أنه يمكن أن يشوش على إخوانه من المصلين الذين يمكن أن يكون بعضهم يسبح الله عز وجل ويذكر الله عز وجل وبعضهم يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى بل حتى لا ينبغي له أن يرفع صوته بقراءة القرآن إذا كان من حوله يتأذون منه لأنه يمكن أن يشوش على غيره من المسلمين وهو كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل تقرأ في سرك مع التنبيه أنك تحرك شفتيك أثناء القراءة لكن بصوت منخفض تسمع به نفسك ولا تؤذي به غيرك فإذا انتهى من الصلاة خرج بسكينة وتؤدى وذكر أيضا دعاء الخروج من المسجد وهو اللهم إني أسألك من فضلك هذه بعض الأداب المتعلقة ببيوت الله تبارك وتعالى والأداب المتعلقة بها كثيرة لكن نكتفي بهذا ونصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل لقاء بكم في حلقة أخرى إلى ذلك من الحين أترككم في حظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة